اشتركوا في القناة وأنه سيتم الإعلان قريبا عن انتهاء الموجة التي وجهتها مصر وخلال لقائه عددا من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم بالأكاديمية العسكرية أكد الرئيس السيسي أن دولة المصرية قادرة على عبور الأزمة الحالية مشيرا إلى أن مصر صمدت أمام أزمات كثيرة بفضل قوة شعبها وتماسكه وشدد السيسي على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرعة ودعم للدفاع الجوي وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن المساعدات الجديدة تشمل 59 من مركبات برادلي القتالية وتسعين ناقلت جنود مدرعة من طراز سترايكر بهذه الشريحة الجديدة يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 26.7 مليارات دولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تحبت تسع دول من بينها بريطانيا وبولندا وهولندا بمواصلة تقديم حزمة غير مسبقة من التبرعات بما في ذلك دبابات لمساعدة أوكرانيا وقالت الدول التسع في بيان مشترك إنها تلتزم بالسعي الجماعي لتقديم حزمة غير مسبقة من التبرعات بما في ذلك دبابات ومدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي وذخيرة ومركبات مشاهق قتالية لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الأوروبي تشارل ميشيل في العاصمة كييف وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن المباحثات تطرقت إلى الوضع في جبهة القتال على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالإضافة إلى آخر استعبادات القمة المرتقبة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي قال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي إن روسيا ستظل تشكل تهديدا للحلف حتى لو هزمت قواتها في أوكرانيا أقل رئيس اللجنة العسكرية للحلف إنهما كانت نتيجة الحرب فمن المرجح أن تكون للروس طموحات مماثلة وبالتالي فإن التهديد لن يزول وأضف أنه في الوقت الذي تستنفذ فيه الحرب قوات روسيا وعتادها وذخيراتها فإن دول الحلف تتوقع أن تحاول موسكو إعادة بناء قدراتها العسكرية بل وتعزيزها توعد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونو بتدمير أي أسلحة تزود بها الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا مؤكدا أن موسكو لن تسمح بمهاجمة أراضيها دون رد وأضف السفير الروسي أن ضخ الأسلحة الغربية في أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة الخسائر المدنية وخلق صعوبات إضافية مجددا التأكيد على أن هزيمة روسيا في أوكرانيا أمر مستحيل قال وزير الخارجية البلاروسية سرجي ألينك أن مينسكو وموسكو تبذلان قصارى جهدهما للحصول على الاستقلال عن الغرب وتصرفاته التي وصفها بغير المسؤولة وأضف إلينك أن جميع العقوبات تسعى إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بشعبي البلدين وخلق أكبر قدر ممكن من الانزعاج بالنسبة لهم كما أوضح وزير الخارجية البلاروسي أن أي ضرر يمكن تقليل إلى أدنى حد ممكن من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين بلاروسيا وروسيا لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة أمامكم شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة